المغرب يتخذ خطوة عاجلة بسبب الحرب الروسية الأوكرانية بعد غلاء الأسعار والاحتجاجات التي قام بها المغاربة والكلمات التي كانت تروج عبر مواقع التواصل الاجتماعي تويتر والفيسبوك واليوتيوبر حيث الجميع كانوا يرددوا أخنوش إرحال اتخذت الحكومة هذا القرار وقامت بهذا التدخل العاجل في حين الدول تتدخل وتدعم الطبق المتوسط خلال هذه الأزمة الدولة كذلك يجب عليها أن تتدخل لا يمكن أن تترك الأسعار ترتفع والتدخل الأول والذي رأيناه في قناتنا الاحتياطية هو أنه سيتم الرفع من الأجور بالنسبة للقطاع العام وكذلك القطاع الخاص والتدخل الثاني الذي قامت به الدولة والذي قالت ستقوم به هو الوقف بجانب الفلاحة خلال هذه الأزمة وهذا الكلام ما زلنا ننتظر تطبيقه في الساحة ولا يمكن للزيادات في الأجور أن تفي بالغرض فالزيادات في الأجور تكون فقط في القطاع العام ويعرفها القطاع العام والوظيفة العمومية لكن القطاع الخاص رغم أن الدولة ذكرت إلى أنه يعاني من تهميش الطبق العاملة والدولة لا تراقب الأجور في القطاع الخاص ما زالت الأجور تصل إلى ألف وخمسوئة درهم شهريا وألفين درهم أين هي الحكومة؟ هنا يجب أن تستدخل الحكومة لتسقيف أجور القطاع الخاص ودعم الطبق العاملة والشغيلة ترجمة نانسي قنقر